تدمير القرى اللبنانية على طول الشريط الحدودي هدف تضعه إسرائيل نصب أعينها منذ بداية الحرب هدف نجحت إسرائيل في تحقيق جزء منه وهو تحويل القرى المتاخمة لحدودها إلى مناطق خالية من المدنيين وغير قابلة للعيش على عمق ما يزيد على خمسة كيلومترات على طول الحدود أفرغت البلدات الجنوبية من معظم سكانها مما تسبب بنزح أكثر من مئة ألف لبناني من شبعة مروراً بالعديسة وكفر كيلة وحولة وميس الجبل ويرون وعيت الشعب وعلم الشعب وعشرات البلدات وصولاً إلى الناقورة معادلة تريدها إسرائيل وتفرضها لتأمين حدودها الشمالية على حد زعمها ولتقول إن المساس بأمن شمال إسرائيل سيجعل من الجنوب اللبناني منطقة خالية ولكن خالية ممن؟ فالمدنيون تركوا قرىهم ومنازلهم لا شك وإنما مؤقتاً إلا أن السؤال هو عن عناصر حزب الله ومقاتليه وعلى وجه الخصوص فرقة الرضوان فرقة النخبة في الحزب فهؤلاء لم يتركوا قواعدهم ولا زالوا يعملون من تلك القرى الحدودية والبرهان على ذلك يختصر بحادثتين الأولى هي محاولة التسلل الإسرائيلية إلى داخل الأراضي اللبنانية في منطقة وادي قتمون قبال ترميش والتي أعلن حزب الله إحباطها سريعاً والثانية هي استهداف حزب الله لثكنة كيلع الإسرائيلية التي تبعد عن الحدود الجنوبية للبنان ما يزيد عن 12 كيلومتراً مما يعني أن أطلاق صواريح حزب الله يتم من القرى المتاخمة للحدود وعليه يطرح سؤال جوهري حول الخطة الإسرائيلية فهل تخدم أمن الشمال حقيقةً؟ أم أنها تعطي حزب الله مساحة أسهل للتحرك والاستهداف مع انتفاء هاجس الحفاظ على أرواح المدنيين في قرى الجنوب؟ لايال سعد سكاي نيوز عربية مرجعيون جنوب لبنان